السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وإهلاً مرحب بكم ودايماً منورين القناة هتكلم عن موضوع بعنوان كهوف وأقراص ضربة الحجرية في سنة 1938 كان في بعثة استكشافية بقيادة البروفيسور تشي بو تاي من جمعة بكين كانت البعثة دي بتتوغل عبر الطرق الوعرة بين جبال الهاملايا الواقعة بين الصين والتيبت وأثناء سر البعثة عبر الطرق الوعرة وجدت بعض الكهوف اللي كانت مسكونة من زمن بعيد من حوالي 12 ألف سنة كانت الكهوف ديت محفورة بأياد بشرية كانت محفورة بإتقان وكانت بتشكل نظام معقد وكان فيها غرف تخزين وجد العلماء بداخل الغرف بعض الأصار وأماكن خاصة بالدفن ووجدوا بداخل الغرف الدفن حياكل عظمية لناس ليهم هيئة غريبة كانت هيكلهم العظمية بتدل على أنهم ناس قصيرين وكانت عظمهم هشة وجماجمهم كبيرة الحجم الجماجم ديت اللي وجدوها العلماء ما كانتش متنسقة مع جسم الهياكل العظمية واحد من أعضاء فريق البعثة الاستكشافية اقترح أن الهياكل العظمية اللي لها جماجم كبيرة ديت بتعود إلى نوع من القروض اللي كانت بتسكن داخل هذه الكهوف رفض البروفيسور تشي باو تاي هذا الاقتراح وقال أنه لم يسمع أحدا أبدا عن قروض بتدفن موتاها أو بتبني كهوف كهذه التي تشكل الزمان معقدا وجد فريق البحث نقوش على جدران الكهوف النقوش دي بتصور الشمس والأمر والنجوم والأرض مرتبطين مع بعض وجد الفريق كمان أقراص حجرية الأقراص الحجرية دي كانت مدفونة في أرضية الكهف ويوجد في غسط هذه الأقراص الحجرية سقب أو خرم كامل الاستدارة وموجود على وجه القرص نقشا محفورا بدقة وجد فريق البحث عدد 716 أرص وكانت الأقراص الحجرية دي بتعود إلى حوالي 12 ألف سنة مضت شيء غريب فعلا كان كل أرص بيحتوي على مجموعة من الأسرار كان النقش الموجود على الأقراص الحجرية مكتوب بالكتابة الهيروغريفية كتابة هيروغريفية كانت الكتابة صغيرة جدا بمعنى أنها كانت عبارة عن كتابة ميكريسكوبية لم نستطع فريق البحث عام 1938 أن يفك رموز أو شفط الكتابة الموجودة على الأقراص الحجرية دي في سنة 1962 أن يفك شفط الكتابة الموجودة على الأقراص الحجرية الصلبة وكانت المعلومات اللي وجدها غريبة جدا لدرجة أن قسم التاريخ القديم للحضارة في جامعة بكين منع نشراها السؤال دلوقتي هو إيه اللي كان بتحكي الأقراص اللي بتعرف بأقراص ضربة الحجرية إيه المكتوب عليها في سنة 1962 كان البروفيسور أو الدكتور سوم أم نيو يمسك أحد الأقراص الحجرية وبيسأل نفسه يا ترى إيه معنى النقوش دي أو الكتابات الهيروغريفية المكتوبة على القرص الحجري وقاعد البروفيسور أو هذا الدكتور يتذكر كيف تم استكشاف أو اكتشاف هذه الأقراص سنة 1938 ومحاولات فك أسرارها اللي كانت كلها محاولات فشلة قابل دكتور أو البروفيسور بنسخ اللي شافه على قرص حجري قام بنسخه على ورقة وكانت الكتابة المكتوبة على القرص الحجر صغيرة جدا وكان من الصعب أن الواحد يقراها مما اضطر الدكتور أو البروفيسور ده أنه يستعين بعدسة مكبرة فالكتابة كانت ميكروسكوبية وكانت المهمة بالنسبة له صعب جدا ليه؟ أولا الأقراص دي يتمر عليها حوالي 12 ألف سنة وأرى حاجات لا يمكن تصديقها كان البروفيسور بيتعجب من الناس اللي قدروا يكتبوا الخط الصغير ده جدا كان خط صغير بشكل غريب خط ميكروسكوبي وخاصة أن الحجارة صعبة جدا أو صلبة بشكل غريب وتساءل البروفيسور إيه الغرض من كتابة الرموز دي على مئات الأقراص الحجرية ولما انتهى البروفيسور أو الدكتور ده من نسخ الكتابة الموجودة على القرص الحجري في ورقة بدأ يترجمها وفك أسرارها كلمة كلمة جملة جملة وسطر وسطر وفي النهاية توصل لفك الشفرة كاملة كانت الشفرة مكتوبة من قبل ناس بيسموا نفسهم باسم دوربع وحكوا على الأقراص الحجرية أشياء يسعب تصديقها كان الناس دول بيحكوا على الأقراص دي أنهم جم من كوكب بعيد وأنهم جم إلى الأرض بمركبة فضائية وبعد ما هبطوا على الأرض تحطمت المركبة بتاعتهم الفضائية قبل 12 ألف سنة وبسبب تحطم المركبة الفضائية اضطر الناس دول أنهم يعيشوا في كهوف الهاملاية حيث وجدوا هناك مكان آمن ليهم ورغم أنهم كانوا قوم وسلمين إلا أن قبيلة هان اللي كان بتسكن في كهوف قريبة من كهوف الدوربع خافوا في البداية منهم وآتلوا منهم عدد لم نستطيعوا أهل الدوربع أنهم يعودوا إلى الكواكب اللي جم منها وقرروا البقاء على الأرض وبالتالي اختلطوا مع القبائل الأخرى وتجوزوا منهم والسؤال دلوقتي هو هل صحيح أن أحفاد الدوربع موجودين لحد النهاردة في الوقت الحاضر موجود في المنطقة دي قبيلتين قبيلة اسمها قبيلة هان وقبيلة اسمها قبيلة دوربع وما قدرش العملاء العلماء ما قدروش أنهم يصنفوا القبيلتين دول فهم ليسوا من قبائل الصين ولا هما من قبائل التبت القبيلتين دولت من الأقزام زوي البشرة الصفراء والأجسام النحيلة وليهم رؤوس كبيرة وأجسامهم بتشبه الهياكل العظمية اللي عصل عليها البروفيسور تشي بوطاي سنة 1938 وليهم عيون واسعة زرقة شاحبة اللون لا تشبه عيون الأسويين شيء في منتهى الغربة الغريب أن الأقراص الحجرية هي سخور جرانيت مصنوعة أو ما هي من الجرانيت الطبيعي السخور دي هي شديدة الصلابة بحيث يصعب على صعب جدا للإنسان أن يحفر عليها نقوش خصوصا أن الخط الموجود على الأقراص صغير جدا وهو خط أو كتابة هيروغريفية وهذه الأقراص لها خصائص كهربائية حيث أنه من الممكن استخدامها كواصلات كهربائية شيء أغرب وأغرب في نهاية الموضوع يا جماعة عايز أقول أن أقراص ضربة صلبة بتشكل لنا وللعلماء لغزو محير هل فعلا جي ناس من الكواكب أخرى إلى الأرض هل الحكايات دي مجرد أسطورة ولا هي حقيقة مؤكدة ممكن حضراتكم تكتبوا رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو علشان أعرف منكم إن كنتم بتصدقوا بأن فيه ناس جات من الفضاء وعاشت على الأرض من آلاف السنين من أكتر من 12 ألف سنة يا ريت تعلقوا ولو عجبكم الفيديو ده اشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة أكون شاكر لكم جدا لو عملتوا الشير للفيديو ده ولايك لأن اللايك مهم جدا اليوتيوب بيرفع الفيديو ويفرج عليه أكبر عدد ممكن لما بيلاقي كتير لايكات عايز لايكات كتير لو سمحكم أهم حاجة عكبكم الفيديو واشتركوا في القناة مع وعد مني أننا دايما أقدم لكم الجديد والمفيد والغريب كان معاكم أخيكم محمد مصطفى شكرا وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة سلام عليكم